وعايز اقول على حاجة برضو النفسية لو تعودت سواء للرجل او الانسة ان كل خلاف بنقول انا اسف وبينتهي الحوار طب احنا هنتحور امتى ما انا ممكن اختلف ويبقى حاجة اسمها اختلاف وجهات نظر مش عادي يا ليه لو خلاص واعتذر فعادي الخلاف هنا المفروض يبقى في نقاش في الحوار احنا عندنا هنا يمكن يكون عندنا مشكلة في معظم الجوازات او الارتباطات في مصر ان احنا بناخد العملية عاطفية اكتر عملية روانسية اكتر الجواز هو عقد زي ما كون انا بتوظف في شركة فيه ناس برا بيعملوا حاجة اسمها عقود فيه ناس لما بيعودوا معايا احيانا بخليهم يكتبوا بنود العقد اللي بينهم ولا خصوصا قبل الجواز بنود العقد انا مشاكلي ايه نفسيتي بتتقبل ايجابيا ايه سلبيا ايه بحب ايه بكره ايه طب بعد الجواز ادواري هتبقى ايه انا اقدر قوم بواحد اتنين تلاتة اربعة لدرجة احيانا نقولهم اكتبوا الحاجات اللطيفة اللي دمها خفيف اللي ممكن تعملوها يعني انت لو بتحب تطبخ ايه رأيك ان انت تاخد يوم في الاسبوع انت لتطبخ واحدة بمرة ديتلي مثلا انا بحب احلق للرجالة وبفهم خلاص احلاقي في مرة الجوزك دي مش عايزة تنزلوا للحلاء لا ينزل يا سيتي بس يبقى الحاجات اللي بتصنع قرب ما بينهم احنا عندنا هنا مفتقدين في البيت القرب من خلال المعاملات المعاملات لو فيها امور كبيرة وامور صغيرة احنا هنا بنستكبرها هيبقى في قرب بين الطرفين لما نخلق القرب بين الطرفين هنخلق حوار لو خلقنا حوار هنقلل التوتر هنقلل المشاكل هنقلل كلمة اناس